والآن مشاهدين نتحول إلى أهم الأخبار الاقتصادية مع الزميلة آية كافوري مساء الخرائي شكراً بربط شكراً للهام والآن نتحول إلى جولتنا الاقتصادية محلياً معالمياً ارتفعت الصدرات المصرية للولايات المتحدة خلال عام 2021 بنسبة 56.18% حيث بلغت مليارين وخمسمائة مليون دولار مقابل مليار وستمائة مليون دولار خلال عام 2020 وأظهرت بيانة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين لتصل إلى ثمانية مليارات وستمائة مليون دولار خلال عام 2021 مقابل ستة مليارات وثلاثمائة مليون دولار خلال عام 2020 وبنسبة ارتفاع قدرها 37.4% وإلى البرصة المصرية التي أنهت مؤشراتها تعاملات جلسة اليوم بداية جلسة الأسبوع على ارتفاع حيث اتجهت تعاملات المثثمرين المصريين والعرب نحو الشراء فيما مالت تعاملات الأجانب نحو البيع وأسجل رأس المال السوقي مستوى 596 مليار وسبعمائة مليون جنيه وذلك وسط دولات بلغت نحو مليارين ومائتي مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر اي جي اكترس اليوم عند 8764 نقطة ليغلق عند مستوى 8772 نقطة مرتفعا من نسبة 1 من 10% وفيما فتح مؤشر الشركات المتوسطة الصغيرة اي جي اكترس عند 1693 نقطة ليغلق عند مستوى 1696 نقطة مرتفعا أيضا من نسبة 17 من 100% بينما مؤشر الشركات الأوسع نطاق اي جي اكترس فقد فتح اليوم عند 2484 نقطة ليغلق عند نفس المستوى من البورصة المصرية إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي سعر الشراء وصل اليوم إلى 18 جنيه 81 قرشا سعر البيع 18 جنيه 92 قرشا عن اليور 19 جنيه 98 قرشا سعر البيع 19 جنيه 10 قرش نصل معكم للجنيه الاستريني 22 جنيه 30 قرشا بالنسبة لسعر الشراء والسعر البيع 22 جنيه 44 قرشا بالنسبة للعملات العبية نبدأ معكم مشاهدين من الدرهم الإماراتي والذي وصل سعر الشراء اليوم إلى 5 جنيهات 12 قرشا وسعر البيع 5 جنيهات و15 قرشا وأخيرا ريال السعودي 5 جنيهات قرشا واحدا بالنسبة لسعر الشراء وسعر البيع 5 جنيهات و4 قرش من أسواق العملات إلى أسواق المعدن النفيسة حيث تراجات أسعار الذهب عالميا اتفاع المستمر في الدولار والمخاوف من رفع حاد لأسعار الفائدة الأمريكية على الطلب على السباك لتسجل الأوقية 1704 دولارات و59 سنة وعلى الصعيد المحلي سجل عيار 18 نحو 848 جنيها بحينا لمس عيار 21 سعر وصل إلى 990 جنيها وسجل عيار 24 سعر وصل اليوم إلى 1133 جنيها وأخيرا وصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 7920 جنيها ارتفعت أغلب برصات الخليج ردا على المكسب التي حققتها أسعار النفط والأسهم العالمية نتيجة توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحدي الأمريكي أسعار الفائدة بنسبة تقل عما كان متوقعا وزاد المؤشر السعودي بنسبة 1.2% بعد أن وصل لأدنى مستوى له منذ 6 أشهر في الجلسة السابقة وفي الكويت الصعيدة المؤشر السوق الرئيسي بنسبة 77% أما في البحرين تراجع مؤشر البورصة العام بنسبة 32% من الماء انتهت جولتنا الاقتصادية مشاهدين عودة مرة أخرى إلى الهام نعمر عمير فات الميليجي شكرا لك أيها الكفوري على هذا العرض